كشفت الهيئة العامة للبيئة الكويتية اليوم أن تحليل مياه البحر مقابل ميناء الشويخ أكد عدم وجود أي تلوث أو نفوق نتيجة لوجود نوع من الهوائم النباتية الضارة في المكان وأضحت الهيئة في بيان صحفي أن نتائج التحليل البيولوجية أظهرت ازدهارا مكثفا لنوع من الهوائم النباتية الضارة بالمنطقة لكن لم يتم تسجيل أي تلوث أو نفوق حتى الآن وقالت أن تلك الهوائم قد تتسبب في نفوق بعض الأحياء البحرية مبينة أنها ستواصل عملياتها المسحية للمياه على مدار الساعة بحثا عن أي ظواهر بحرية غير اعتيادية أو نفوق أسماك